موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متسابق قناة التعليمية في بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية اليوم تم فتح باب ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية يعني شهادة السادس الابتدائي وشهادة السلك الاعدادي يعني كما قلو التاسعة او الثالثة اعدادي تعين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاول والرياضة ان ترشيحات الأحرار للجياز امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الاعدادي برسم دورة 2022 ستنطلق حسرا عبر البوابة الالكترونية www.main.go.ma وذلك ابتداء من يوم الجمعة 17 دجمبر وستستمر إلى غاية يوم 12 يناير كآخر أجل الترشيح ويتم الترشيح بصفة مترشيح حر لجياز امتحانات نيل شهادة السلك الاعدادي وفق الشروط التالية تلاميذ مؤسسات تعليم المدرسي الخصوصي المسجدلون بالسنة الثالثة من السلك الاعدادي والحاصلون على شهادة دروس الابتدائية او شهادة نيل دروس الابتدائية او ما يعادلها المترشحون غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي او الخصوصي والحاصلون على شهادة دروس الابتدائية او شهادة نهاية الدروس الابتدائية او ما يعادلهما مع ماضي سنتين قبل سنة الترشيح ويسمحوا بالترشيح لاجتياز امتحانة نيل شهادة الدروس الابتدائية بصفة مترشح حر من فئة الصغار او من فئة الكبار لكل شخص غير ممدرس اذا بالنسبة للشهادة السادس ابتدائي يعني اي شخص غير ممدرس يترشح لها باش يجداز هاد المباراة او هاد الامتحان ديال شهادة السلك الابتدائي اما فيما يخص شهادة السلك الاعدادي هيكت مخصصة للمترشيحين يعني اللي ممسجلين بالمؤسسات التعليمية اللي ممسجلينش بالاعداديات ولكن حاصل على شهادة الدروس الابتدائية او شهادة نهاية الدروس الابتدائية وما يعادلهما وتتم عملية الترشيح عبر المراحل الاتية اول حاجة تكون هي الترشيح عبر البوابة الالكترونية لقد خليلو لكم الرابط اسفل الفيديو داخل الاجل المحددة يعني انطلاقها من 17 دجمبر الى 17 يناير ثاني امره هو ايداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الاقليمية التابعة لها محل سكى المترشيح وذلك في اجال اقصى 17 يناير على ان يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الالكترونية يعني مني غادين ندخلوا للبوابة الالكترونية وغاناعمروا الاستمارة والمعلومات دينا غادين نلقوا واحد العلامة ديال الطبع وغادين نطبيعوا هيداك الملف او هيداك الاستمارة هيداك المطبوع غانطبعوه وهو اللي غادين نده معنا ان شاء الله المديرية ديال التعليم وغادين نضيفوليه تضمين ملف الترشيح التزاما واحد الالتزام ديال يعني الزجر الغش في الامتحانات المدرسية وغادين نزيد ايضا معهد الملف ديال الشهادة الدرس الابتدائية ويتعين على المطر الشيحي الاحرار في وضعات اعاقة والرغبين في الاستفادة من اجراء التكييف شروط اجراء الاختبارات والتصحيح ارفق ملف الترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبث الاعاقة وبالتوفيق للجميع ان شاء الله ما في الموضوع اعطال الísراء اعطال الى الانعادة اعطال الى الاسقال اعطال الى الانهاتف انتظار الثانية انتظار المخصص